ناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق سيسة الحكومة بشأن الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة أزمة الغزاء العالمية وتدعياتها على الدولة أكدت الحكومة أن مؤسسات الدولة تعمل بشكل جماعي في إطار مواجهة ومتابعة أزمة الغزاء العالمية النتجة عن الأزمة الأوكرانية الروسية وللمزيد في سياق التقرير التالي جلسة جديدة عقدها مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لمناقشة الموضوعات المدرغة على جدول أعماله بدأت الجلسة بمناقشة استيضاح مقدم من عدد من النواب فيما يخص سياسة الحكومة بشأن الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة أزمة الغزاء العالمية وتداعياتها على الدولة يرتبط الأمن الغزائي لأي دولة ما وارتباطاً وثيقاً بالأمن القومي لمجتمعها ويشكل الصراع الروسي الكراني الذي بدأ 24 فبراير المادي بين عوامل أخرى أكبر التهديدات للأمن الغزائي العالمي ومثلت أكبر صدق اقتصادية عالمية منذ أرض من الزمن فقد حذر رئيس برنامج الأغزاء العالمي من الصراع الروسي الكراني أنها سيؤثر على أسعار المواد الغزائية على مستوى العالم وسيكون لذلك تأثير فادح على مؤتله الدول الفقيرة وعلى رأسها في خلط الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اتخذت مبكراً من الإجراءات التي مكنتها من التعاطي مع هذه الأزمة وأيضاً يعني الحقيقة هذا الأمر امتد يعني وأكد أنها قضية أمن قومي لا يحتمل التراخي وهي ذات الاستراتيجية التي تبنتها كافة الجهات المعنية في الجمهورية الجديدة السيد الرئيس وجه بإقامة معارض كبيرة على مساحات من الأراضي داخل المحافظات احنا محتاجين نعرف استراتيجية الوزارة في التشبيه كمان مع الوزارات الأخرى احنا الفترة الجاية لو استمرت الأزمة احنا استعداداتنا هي كل ده الرسائل دي كل ما تبقى واضحة وبلغة سهلة يمكن للمواطن البسيط أنه يفهمها ويطمئن لها أظن ده يبقى ليه أصد كبير جداً في السلم الاجتماعي داخل الدولة وخلال المناقشات أكدت الحكومة أن مؤسسات الدولة تعمل بشكل جماعي في إطار مواجهة ومتابعة أزمة الغذاء العالمية الناتجة عن الأزمة الأوكرانية الروسية مؤكدة أن مصر لديها قدرة وخبرة في التعامل مع الأزمات الداخلية والخارجية وفي نهاية الجلسة قرر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق يحال تطلب المناقشة إلى لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لإعداد تقرير بشأنها هذا ورفع المجلس الجلسة على أن تستكمل باقي جلسات مجلس الشيوخ ومناقشة طلبات النواب في جلسة قادمة اشتركوا في القناة